وقه وزير الشباب والرياضة نايف البكري برفع مخصصات أندية الضالع بنسبة 50% وصرف مستحقاتها وبصورة عاجلة فضلا عن تخصيص كافة المبالغ الخاصة بصندوق رعاية النسئ والشباب والتي يتم تحصيلها من الضالع لصالح المحافظة وبما يمكن أو يمكن مسؤوليها من تنفيذ المسابقات الرياضية ودعم الشباب جاء ذلك خلال لغائه مع محافظة الضالع علي مقبل صالح لمناقشة أوضاع الشباب والرياضة ومشاريع البنى التحتية والعندية في المحافظة وأكد الوزير نايف البكري أن الوزارة في إطار دعمها لمشاريع البنى التحتية في مجالي الشباب والرياضة وستتبنى تنفيذ عدد من المشاريع ومنها تعشيب ملعب نادي الصمود ومنصته الرئيسية وإعادة تأهيل الصالة الرياضية بالإضافة إلى بناء مركز لترمية وتأهيل قدرات الشباب بالتعاون مع السلطة المحلية في الضالع ومن جانبه استعرض المحافظة المشاريع التي تحتاجها الضالع في غطاء الشباب والرياضة والرياضة